بسم الله الرحمن الرحيم. نهاردة واريكم طريقة عمل العليقة دي. هي ممكن تبقى وممكن تتعلق على الحيطة كزينة يعني. آآ فانا هبدأ اعمل الوردة واعمل الفروع. وهوريكم الوقتي طريقة طريقة التشبيك. طريقة التشبيك بعد ما نعمل الاجزاء اللي في الصورة دي. احنا بنجيب آآ اطار آآ ممكن خشب وممكن معدن. ممكن زي ما انا عملت هنا انا عملت هنا بسلوك. ولفت عليها لفت عليها بخيط فانا هوريكم هنا طريقة اللفة بتاع الخيط. انا هاجي هنا همسك الاطار كده. هعمل عقدة في الاول. بعد كده هلف. همسكه كده. وهلف كزا لفت عليها. وبعدين اقربهم من بعد. واشد. وافضل حطوم جنب بعض جنب بعض كده. ولازم ابقى متحكمة بيدي في ان انا اضم اضم الخيوط جنب بعضي. طبعا ما بيبقى معدن او بيبقى حاجة مدورة. اولا ما بتاخدش خيط كتير. آآ بتتلف بسرعة وبتبقى سهلة. بعد مجموعة من من اللف كده فانا بعمل ايه? انا بعمل زي فتحة كده وبدخل الخيط كاني بعمل عقدة. وبشد. فانا كده عملت المجموعة وشديت وراه. بعد كده هلف كزا لفة. يا اما لفوا واحدة واحدة. وده كده هياخد وقت جامد. يا اما بلف كزا لفة. وبعدين بقدر قربهم بقى. بعد مجموعة من اللف برضو بعمل نفس الموضوع. بعمل زي فتحة كده. وبعمل عقدة. وبشد. دي طريقة اللف بتاع الخيط على اي اطار او لأي حاجات تتعلق على الحيطة. بابسط الطرق يعني اه ممكن اي سلك موجود عندك حتى سلك اه ممكن سلك اريل او سلوك من اللي هي المعدن بس اه تغطيها بااا بكافر علشان الصدى. اه سلو تب او اي اه ورق بيلزق. وممكن الاطارات الجاهزة دي وفي اطارات اصلا معدن بكتبع. بس انا حبي توريكوا طريقة اللف بتاع اللف اللي انا عملته في الواحدة دي. انا كده لفيت الاطار هعمل دايرة سحرية. وهعمل فيها سلسلة. هاخد تلاتة سلسلة. ارتفاع عمود بلفة. وهاخد جوة دايرة السحرية خمستاشر عمود بلفة. بالاضافة لارتفاع التلات سلاسل اللي ابقنا معي كده ستاشر عمود بلفة. هنكمل ستاشر عمود بلفة ونرجع. خلصت جوة ستاشر عمود بلفة. هدخل في ارتفاع تلات سلسلة واحد اتنين تلاتة ونزلق. هرتفع اربعة سلسلة. تلاتة مسابة عمود بلفة وسلسلة مسافة. وهدخل دي الغرزة اللي انا طلع منها هدخل في تاني غرزة. اخد عمود بلفة. وبعدين سلسلة. وتلات غرزة اخد عمود بلفة سلسلة. وهكزا. هيبقى عندي ستاشر عمود بلفة. بين كل عمود وعمود سلسلة. هنكمل السطر كله على عمود سلسلة عمود سلسلة في كل غرزة. كده خلصت ستاشر عمود بلفة. نعدهم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتة اشر بعتاشر خمسة اشر ستة عشر. هناخد سلسلة وهنطلع وهنقفل في واحد اتنين تالت. تالت سلسلة هنقفل بمنزلقة. انا عايز اعمل ايه الوقتي? هاخد كده هدخل تحت الغرزة دي واخد غرزة حشو. انا عايز اعمل سلاسل. انا هحط الدايرة دي في النص. بعد كده هسبت عليها هسبت عليها الوردة. فانا عايزة اه دي هلزق فيها الوردة هن. عايزة في حوالين الاركان دي. عايزة سلاسل سلاسل ارتفاع توصل لغاية توصل لغاية الدايرة. فكل واحد حسب الدايرة بتاعته. يعني حسب الكتر بتاع سواء كان معدن او خشب الاطار. انا هاخد سلاسل بحيس ان انا الف واوصل بيها لغاية الكتر بتاع الدايرة بتاعي. فكل واحد هيجرب مش هقول لكم عدد معين. انا هطلع بعدد وهرجع بيه. فكل واحد يحسب الكتر من الدايرة اللي هو بيستخدمها. يحط الدايرة دي في النص ويقيس ويشوف ده كم سلسل. هعمل اول آآ اول كتر وارجع. بالنسبة لي الكتر من جوة من جوة الدايرة اللي انا هستخدمها في حدود ستة وعشرين. فانا عملت الدايرة اللي في النص وعملت السلاسل. السلاسل طلعت عندي المفروض ان هي تبقى مجدودة شوية بس مش لدرجة انها تشد الدايرة. آآ طلع عندي عشرين رايح وعشرين جاي يعني اربعين عملت اربعين غرزة. خلاص? بعد ما بعمل الاربعين سلسلة بارجع على الدايرة في في السلسلة اللي في النص اللي بين العمودين بدخل بغرزة حشو. او منزلقة. اللي عايز منزلقة او اللي عايز غرزة حشو. بتنقل لغرزة العمود اللي بعدها. وباخد غرزة حشو. هرتفع برضو الاربعين سلسلة بتوعي او على حسب القطر اللي عندكم. هنرتفع بالسلاسل بعد ما نرتفع بالسلاسل هنرجع هنرجع بغرزة حشو في النص. بس مش دي اللي هنطلع منها بسلاسل هنطلع بسلاسل بالعمود اللي وراها. فهننتنقل بغرزة حشو بعد كده بناخد عدد من السلاسل اللي عندنا وبنرجع تاني على السلسلة اللي في النص. بغرزة حشو مش بعمود. بغرزة حشو او منزلقة. اللي عايز حشو اللي عايز منزلقة. عايز اللي عايز منزلقة يدخل في المنزلقة اللي جنبها. ويعمل كده يبقى كأنها منزلقة. هو كل اللي انا عايزة بس ان انا اربط السلاسل بالدايرة دي واربطها بعد كده لما اجي امشي بغرز حشو على الاطار. هاخد معي السلاسل دي بحيس انها تبقى جنب بعضك. تمام? نكمل كده الدايرة ونرجع. عملنا كده الاتنين وتلاتين سلسلة. وقفلنا بمنزلقة في اول غرزة حشو. طلعنا بيه. الآن انا عندي اتنين وتلاتين اتنين وتلاتين آآ سلسلة. خلاص? الدايرة عندي ديت كترها تمانية وعشرين تمانية وعشرين سنتي. خلاص? فانا جيت آآ علشان اعمل التقسيمة اللي بره ديت. فمش هدخلكو في الحزبة اللي انا حسبتها. المهم ان انا لقيت يعني ما عملت اقسامتها على تلاتمية وستين درجة تلع حداشر حداشر درجة ما بين كل عمود وعمود من حداشر الاثناشر. فمش هدخلكو في التقسيمة دي المسافات اللي بين اللي بعد ما عملت التقسيمة المسافات بتبقى في حدود. يا اتنين ونص. اتنين ونص او اتنين. فانا جيت على الاطار. فانا جيت على الاطار. وعملت التقسيمة كده اتنين ونص سنتي وتلاتة سنتي. يعني غالبا اتنين اتنين ونص سنتي. هنقسم الدايرة وهنجيب مزورة كده وهنعمل مسلا هنا اتنين سنتي نقوم عاملين شرطة. هنعد الاعمدة اللي احنا عملناها دي بعد ما حطينا الشرط. المفروض ان هما يبقوا اتنين وتلاتين. اتنين وتلاتين شرطة. من اتنين لاتنين ونص. خلاص? وبدأت هشتغل. هشتغل ازاي? عشان كنتم صورة جزء دوت وبعدين آآ لقيتم ما بيسجلش. خلاص? فانا هعمل. هعمل زي عقدة كده. وهدخل كده اخد غرزة حشو. خلاص? المفروض ان انا هاخد هاخد معي السلسلة. انا واقفة عند العلامة اللي انا علمتها. احنا اتفقنا ان احنا هنعلم اتنين وتلاتين علامة. خلاص? دي مسلا اللي عليها الدور. او انا هبدأ بدي. هدخل كده تحتها. اخد ورزة حشو. زي عشان واسع شوية هدايقة. هاخد السلسلة. هدخل جوة السلسلة. واخد حلقة واطلع. وهلف على الابرة. يبقى انا معي غرزة حشو. هلف تاني. انا الوقت يوقف عند العلامة الاولانية دي. هلف تاني هاخد غرزة حشو. هلف على العلامة اللي بعدها هلف بعدها اخد غرزة حشو. هفضل ماشي بغرز حشو. لغاية ما وصل لغاية ما وصل للعلامة التانية. انا لما جيت اعملهم طلع ما بين غرزة الحشو وغرزة ما بين العلامة والعلامة عندي تسعة غرز حشو. فانا هعدي مسلا تسعة. خلاص. نالش عشان مش ملكة عشان الكاميرا. فهاخد هاخد غرس حشو طول ما انا ماشي. لغاية ما وصل للعلامة. انا كده وصلت للعلامة. خلاص? هسيب بقى السلسلة دي وادخل في فراغ بين الاتنين. زي ما انا كنت عاملة هنا. يعني انا فيه هنا جزء بشتغله. بين العلامتين وجزء بشتغله جوه العلامة وباخد معايا السلسلة. فانا هطلع بره السلاسل. وابدأ اخد وابدأ اخد غرس حشو. نقول مسلا برضو تسعة. هدي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. سبعة تمانية تسعة انا خلصت كده التسعة اللي جوه خلصت التسعة اللي جوه السلاسل وخلصت التسعة اللي برس سلاسل ووصلت للعلامة التانية. او اخد السلاسل من تحت وادخل فيها بورس حشو. وقربهم من بعض. خلاص? بس انا بوصل لكم الفكرة بس. آآ اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. بعد كده هشتغل برة السلاسل. في الاخر هزبط السلاسل وهزبط الغرز في الاخر خالص اخر الشغل. عشان الحشو دي هتتقلب لجوه. هعد برده تسعة برة. او عشرة. على حسب المسافات اللي انتوا عاملانا على حسب الاطار بتاعكو كتره كامل. الاطار عندي تمانية وعشرين سنتي. من برة. عد عدد كده. وبعد ما يخلص العدد ده ووصلت للعلامة اللي انا عاملها. باخد الكوس. كده. في الاخر خلص. بعد ما بنخلص شغل. بنقلب غرز الحشو دي لجوه. بنقلبها لتحت. بنسويها. بنسويها جنب بعض. ده الجزء اللي انا اشتغلته اللي ما طلاش في التصوير. تمام? دي الفكرة. السلاسل بتبقى مشدودة. دي اللي انا هسبت عليها. هسبت عليها خلص الاطار وهسبت عليه الوردة. وصلت كده لاخر مجموعة. سبت كل السلاسل. تسعة او عشر غرز حشو جواهم وتسعة برقة. هاخد بردو المجموعة اللي هضلة دي. دي تلاتة. اربعة. خمسة. جتة. سبعة. تمانية. بالنسبة لي انا كنت ماشي على تسعة حشو بين الورز. هدخل في اول اول آآ غرزة حشو. زي ما بنعمل بمنزلقة. وهنلف لفا التأمين للخيط. ده طبعا الخيط ده هات سهل اوي ان احنا ندخله بين الغرزة. هنينجي كده بنوارا. هنمشي من وراء الغرز وننقص. هننزل هننزل غرز الحشو اللي ضحت. ونزبطها. ونزبط السلاسل. السلاسل ممكن تبقى مشدودة في اجزاء. بعد ما زبط كل الحشو وكل المسافات. وانضف الخيوط. اي خيط عندي اه اه اضفه. هنجهز الوردة. بقيت الدايرة هنعملها كده. هنجهز الوردة اللي احنا هنلزقها. والفروع بتاعت الشجرة. ونرجع عشان نكمل العلي. بعد ما زبطنا بعد ما زبطنا الاطار جبت الوردة اللي انا هستبتها في المكان ده. وعملت الفروع. اللينك بتاع الوردة هتلاقوه في صندوق الوصف اه تحت الفيديو. في الوردة دي وفي الوردة دي. انا عملت الاتنين. وفي الفروع. الفروع دي. الفرع ده انا عامله بورقتين بس على الجنبين. الفرع ده عملها بخمس ورقات. اه الوردة دي طبعا الوردة مكانها هيبقى موجود هنا في النص. فانا هشيل الوردة في لما جيت عمل النموذج دوت قبل ما قبل ما اصور. اه ده انا عملته خيط. يعني انا شبكت شبكت الوحدة دي بالخياطة. شبكت الورق بالخياطة والوردة شبكتها بالخياطة. في طريقة تانية للتشبيك. طبعا انا حددت مكان الوردة. هشيلها. وهبدأ ان انا اه اشبك بالمسدس الشم. انا ما بفضلش قوي ما بفضلش الشمع في الشغل بس اه يعني بيبوز الخياطة بتاعة الكروشي. هيكي هنا تحت كل تحت كل فرع كده اه هحطوا نقطة نقطة الشمع بس بحيس انها تمسك في السلس. موسيقى 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 طبعاً الطريقة دي أسهل بس أنا بفضل الخياطين ترجمة نانسي قنقر 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 ممكن أزود الشمع بحيث أن أنا أفرد الفروع بتاعت الوردة بتاعت ده كده الشكل النهائي لسا العليا أعملت سلسلة أعملت أربعين أربعين سلسلة هاجي هنا في الجزء اللي هو اللي في النص ده ده هالف يعني هعمل السلسلة مجويس كده وهدخلها من ورا بعد كده هدخل فرعين السلسلة أنا أنا سايب حلقة على الإبرة هدخل فرعين السلسلة كده وهطول ممكن أجي هنا أقفل الحلقتين مع بعض ممكن أرجع عليهم تاني بحشو بس يعني مفيش داعية بس هجمد عليها موسيقى ثقافي موسيقى 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 هاجل الزيادة هؤسس. دي العليقة. في علقة هنا برضو انا عملتها. عملت برضو اربعين غرزة او تلاتين غرزة. ومشيت عليهم بسطر نص عمود وبعدين دخلتهم هنا وشبكتهم. يعني العليقة بقى اي طريق. بس اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. واللي عايز اللينك بتاع الفرع بتاع الوردة او هتلاقوه على القناة ان شاء الله هنزله قبل ما نزل ده. او العليقة دي قبل ما نزله هنزل الورد وهنزل الفرع بتاع الفرع بتاع الشجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واشوفكم بيديو اشتركوا في القناة